سلاح الجو وبإسناد منه لوحدات الجيش والقوات المسلحة تمكن من تدمير أوكر وآليات لتنظيم داعش الارهابي شرق مدينة تدمر بريف حمص ضربات أخرى استهدفت التنظيمات الارهابية في عدة مناطق حيث دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مرابض هاون وراجمات صواريخ لتنظيم جبات النصر الارهابي في الحي الشرقي لمدينة بصر الشام بريف درع شرقية عمليات مركزة للجيش العربي السوري ضد الإرهابيين على محور الليرمون في مدينة حلب تسفر عن تقدم مستمر على تلك الجبهة وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد وضمن التعاون الوثيق بين دمشق وموسكو قامت ست قاذفات روسية بعيدة المدى من طرازة 22M3 بقصف مركز ودوري لمواقع تابعة لتنظيم داعش الارهابي شرق تدمر والسخنة وغيرها وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الروسي